بعد أسبوع طويل وحافل بالنشاطات أياً كانت النشاطات اللي عملناها على مدار الأسبوع اللي سافر وانبسط يبخته وبرافو عليه واللي ما سافرش وقاعد في البيت وقضى الأسبوع بس راحة وزي ما احنا كده بنقول وفصلان من كل حاجة برضو برافو عليه أحياناً بتبقى الأجازات راحات إجبارية وإستراحات مستحقة فكل واحد فينا وهو بيستعد للعودة للحياة بعد الأجازة حقه أنه يحتفي باللفات ويكون مبسوط وممتن اللي فات أياً كان بالمناسبة مش لازم ما فيش حد بيتسابق ورا حد مش لازم كلنا يعني نبقى عملنا عشرة من عشرة في إنجازات الأجازة هي يسمها أجازة عشان ما نعملش حاجة يعني فضيعة وإحنا بنرجع كده النهاردة اخترنا موضوع أعتقد أنه عميق لكن خفيف قوي قوي على القلب لأنه عميق من زاوية أنه إحنا كلنا في الحياة دايماً نقول كده اللي مالوش كبير يشتري له كبير وأي حد فينا لما يبتدي مثلاً حتى يشتكي الواحد صاحبه من حاجة أو من شخص مثلاً زعاله يقول له طب هو مين كبيره يعني نكلم مين الشخص اللي ليه كبير أو اللي ليه حد بيرجع له ده طول الوقت شخص بنضمن بقدر ما إنه نقدر نتكلم معاه نقدر نتعامل معاه أو إنه على الأقل شخص سوي ومن هذا المصطلح إحنا كمصريين تربينا كده إنه يبقى لنا كبير ويبقى لنا مرجعية وبالمناسبة دي قاعدة إنسانية مهمة جداً أول ما حد يقول لك أنا رأيي من دماغي تخاف عليه وبيقول لك أنا بسماش كلام حد تخاف عليه كمان لكن من زاوية تانية بقى فكرة استشارة كل الناس في كل الحاجات في كل الموضوعات واستشارة من لا شأن له دي بقت ظاهرة محتاجة مراجعة النهاردة هنتكلم في فقرتنا الرئيسية اللي في ختام الحلقة عن الحكاية دي فاللي فينا بيتابع ويشوف الجروبس الكتيرة المنتشرة عن حد يكتب مشكلة سواء كانت مشكلة حقيقية أو وهمية وبعدين تسمع إنه كل الناس بتفتيلوا في مشكلة أحياناً بقى تكون مشكلة بين راجل ومراته تكون مشكلة اجتماعية مشكلة في تربية الأبناء أحياناً مشاكل طبية أنا ساعات ضغطي بيعلى لما بشوف واحد بيقول أنا الدكتور كتاب لي دواء لعلاج الاكتئاب بس أنا خايف منه والناس تقولوا لا إوعا تاخدوا إيه ده فهذه الفوضى اللي احنا صنعناها بإننا بنسأل كل من هب ودب زي ما بيقولوا هتكون محور كلامنا النهاردة في الفقرة الرئيسية